أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الدال سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأنت التسمى بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الدال الديك الهارب وصلت دينا إلى الروضة متأخرة قالت المعلمة لماذا التأخير يا دينا؟ قالت دينا في دارنا ديك أسود هربت ديك وصعدت درج وأكل الورد الذي في الحديقة وضع أبي الديك في بيته وأوصلني للروضة وعدا يا معلمتي لن أتأخر بعد اليوم النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الدال وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة وأن تقوم بتجريد الصور التي في صوت اسمها حرف الدال ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة دبدوب والدراجة وأن تتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد القصة بلغتك الخاصة ثم عليك الانتقال إلى حل ورقة نشاط قصة دبدوب والدراجة وذلك من خلال استخدام استراتيجية أبحث عن الصورة فتبحث عن الصوت التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الدال وتقوم أيضا بتجريد حرف الدال من الكلمات المعروضة أمامك بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الدال وتمييز صوت حرف الدال اسم الحرف دال صوت الحرف د وأيضا عليك نطق حرف الدال مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة د د دي ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز صوت حرف الدال مع المدود الطويلة الألف والواو واليا د د د د د دي وعليك أيضا أن تقوم بتجريد حرف الدال من الكلمات المعروضة أمامك د د د دراجة حرف الدال في بداية الكلمة ثم تنتقل إلى لفظ حرف الدال حرف الدال فوقه سكون د د د د د د دац فوقها فتحة تنتق د د د د د عليك محاولة قراءة بعض الكلمات البسيطة مثل كلمة دار وهنا أيها المتأمل الصغير عليك القيامة بمهمتين مهمة التركيب ومهمة التحليل أن تقوم بتركيب مقطعين لتكوين كلمة دار عندما تجمعهما سويا تلفظ دار وأن تحلل كلمة بادي با المقطع الأول دي المقطع الثاني وهنا أيها المتأمل الصغير عليك مساعدة سكر في الوصول إلى داره وذلك من خلال تتبع الخطوط حتى تشكل في نهاية المطاف حرف الدال وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الدال هي مهمة مهارة الكتابة هنا عزيزي المتعلم في هذه الصفحة عليك القيامة بدورك فتقوم بكتابة حرف الدال منفصلا وأن تقوم بكتابة حرف الدال مع المدود الطويلة ولا تنسى كتابة كلمة داري وأن تجرد الحرف الذي يحتوي على المد القصير الكسرة ب بنت حرف الباء تحته كسرة وأن تلفظ بعض الحروف التي تحتوي على المد القصير الكسرة ب حي ت وأن تلفظ أيضا بعض المقاطع الصوتية مع المد الطويل ب حي ت وأن تقوم برسم الكسرة تحت الحروف وأن تقرأها كحرف الدال د ب وأخيرا عليك كتابة بعض الحروف التي تحتوي على المد القصير الكسرة ت د ر هذا كل ما لدينا أيها المفكرون الصغار في درس حرف الدال أسعدتم أوقاتا